على ذكرك بقى للسعادة وللفرحة من اهم عناصر السعادة والفرحة عند كل الاهلوية طبعا كل لعيبة النادي الاهلي يعني الكلام ده ينتبخ على كل ولكن تعالوا نقف شوية عند علي معلول ان علي معلول الحقيقة ليه خصوصية شديدة جدا وليه درجة كبيرة من محبة في قلوب كل الاهلوية وما فيش حد من الاهلوية ما عندوش يعني نسبة مليار في المية ثقة في قدرة علي معلول على اسعاد هذه الجماهير في المقابل علي معلول الى جانب امكانياته وقدراته الفنية والى جانب انه لعيب حريف بالمعنى الحرف للكلمة حتى شخصيته حتى كريزميته حتى الفدائية والحمية اللي دايما بيلعب بيها مع النادي الاهلي في اي لقاء ودايما انا شخصية حتى بقول بقول انه لا يقل المصرية عننا كلنا الحقيقة فعلي معلول مصدر دائم للسعادة مفرحنا باستمرار وبالمناسبة عايزين نفرح حضراتكم بان علي معلول فاز بجائزة افضل لعب في الجولة الـ 32 من الدوري المصري الممتاز طبعا بعد مقاد النادي الاهلي للفوز على البنك الاهلي بثلاثية نظيفة كلام ده خاصة اليوم الخميس اللي فات نشر الحساب الرسمي لربطة الاندية المصرية المحترفة على فيسبوك صورة لعلي معلول بقميس النادي الاهلي وعلقوا عليها قائلين لعب الجولة الـ 32 هو علي معلول انا بحب جدا لما بيكون عندك لعب يا كريم حتى وان كان انضمامه لنادي الاهلي بدايته ما كانش موفق شوية كان لسه ما اخدش على الاجواء كان لسه ما اخدش على الفريق كان لسه ما اخدش على الجماهير وبعد فترة بقت الجماهير بتشهد لي باللعب الاحترافي بتاعه بالأداءه الاكثر من رائعه بالفارق اللي هو عامله بتواجده مع النادي الاهلي علي معلول من هذه اللعيبة من اللعيبة دي اللي انا بكلم عنهم كتير اسماء انضمت للنادي الاهلي الجماهير مش هقول كانت مشككة فيهم او كان عندها شك في أداءهم او استمراريتهم لكن كان الناس تقولك طب هل هي صفقة جيدة طب فين أداءه طب هو ما قدمش زي لعيبة كتيرة انا مش عايزة اذكر اسماء كتير سا عندك زي بيرس تاوع اقرب مثال يعني فالناس دي بتاخد بس وقت ومش بيكون وقت طويل يا كريم وقت بس علشان تتأقلم وبعد كده بتشوف مستوى تاني خالص المستوى اللي النادي الاهلي عرفوا عن اللعيبة بالمناسبة اي صفقة النادي بيعملها لا يمكن هيكون جايب حد ينضم اسمه الاسم النادي الاهلي وهو لا يليق يعني مستحيل احنا اللي حنتضر كاسم في الاخر فعلي معلول فعلا قصة نجاح داخل النادي الاهلي انا هتكلم داخل النادي اي تحديدا ما ليش دعوة بحاجة تانية وحياتك وبرا النادي وبرا اني بس انا يعنينا النادي الاهلي طبعا يعني قصة نجاح داخل النادي الاهلي لاعب جي مش من ابناء النادي الاهلي جاي بعقد احترافي انضم في البداية ما كانش موفق بعد كده اصبح واحد زي ما انت قلت لا يقل مصري عننا جميعا ومتقلق جدا والناس كلها حبيته وقدر يكسب الجماهير وقدر يحقق بطولات يعني لا من اللعيبة فعلي من الاعتز بيهم بشكل كبير جدا